لعيبة كتيرة خلينا نتفق أنه نسخة الدوري الأخيرة برغم طبعا ما عليها من سلبيات كان فيها سلبيات كتير وكان فيها أوجه قصور وهنا أنا مش بكلم بس على فكرة أنه نتاج المطشاط أو تتويج ببطولة الدوري اللي راحت لنادي الزمالك لكن أنا أتكلم على دوري من المفترض أنه يكون الأقوى عربيا وأفريقيا كان يستحق الحقيقة أنه يكون لي قواعد تنظيم أوضح من كده جدول مباريات محطوط في اعتباراته كل المشاركات الدولية أو التوقفات الخاصة بمشاركات الأندية المصرية مستوى تحكيمي مستوى نقل تلفزيوني أعتقد يعني كان يبقى أفضل من كده مش عارف تتفق ولا تختلف معي جابت يا ريت يا حمد نحن نتمنى بأننا 40 سنة صراحة يعني فقدي للتنظيم الإداري ده على مستوى كل المنتخبات صحيح المسؤولة عن نتحد الكورة صراحة وبيدفع تأمن والأندية والمنتخبات في نفس الوقت حرام يعني حرام النادي الأهلي بيتظلم النادي الأهلي بيقع تحت إجهاد النادي الأهلي عدم التنظيم من مباريات ديت ما بيقدرش يحط برنامجه صح إحنا نبنتظلم لأن إحنا مؤسسة تنظيمية ومؤسسة فنية على أعلى مستوى وزيما قلت لك إن إحنا نتلنا مجلس إدارة عينه على السنة الجاية واللي بعديها واللي عنده مشروع بيشتغل عليه بشكل كبير طبع لكن من الإيجابيات كابتن مهر إنه كان فيه فرق كورة كتير بتلعب كورة حلو دوري قوي والدوري أظهر بزبط لعيبة مش بس باتكلم على عائلة الأهلي والزوائيات لكن فيه فرق كتير جدا لعيبة على مستوى مميز عارف يحمد ده بيرجع ليه؟ إن مجالس الإدارات قدرت تحط إيديها مع الجاز الفني على احتياجات الفرقة في الموسم ده والموسم اللي فات عشان كده كان دوري قوي ودي وضك من ضمن الحاجات مين لفت نظر كابتن مهر همان؟ بره الأهلي والزمالك لو قلتلك كده يعني مين أهم اللاعبين في الدوري في كل الفرق اللي لفتوا نظر كابتن مهر يعني أنا أنا بتكلم على يعني اللي عمله جو جميل جدا اللاعب المحترفين اللي موجودين معلول وبنون عندنا عمله حالة بشكل كبير جدا بصراحة يعني ومعهم طبعا شريف ومعهم أفشا ومعهم ديانج ويعني في حالة جميلة جدا وبعدين كمان ربنا كرمنا كان فيه اكتشافات يعني أكرم توفيدة من ده اكتشافاتي الجميلة لكن لو اخترت لي اسم من بره الأهلي يعني مين اللاعب اللاعب حاجة؟ من بره الأهلي يعني تحس كده بن شرقي في الزمالك يعني يعني بيلعب بالمزاج يعني تعرف نظام حزم إمام نظام حسن شحاتة يعني يمتعك يعني بيلعب بالمزاج الأول كيف نفسه وبعد كده يبدأ بقى يشتغل فدي من ضمن الحاجات اللي كانت برده بتفرق مع اللاعب قوي لما تلعب بالمزاج يعني كان يقوله دمان الغزالة لما تبقى رائلة تحس إنه اللاعب بيطلع اللي عنده عشان يوصل اللاعب أي لعيب كورة لمرحلة الروآن والانسجام يعني من أول كورة يا أحمد كان حزم إمام يستلم لازم يعمل حاجات بتاعته دي لو ما عملهاش يحس إنه هو اليوم النهاردة حيبقى مش يومه بنشاركت استلام مش عارب استلامها إزاي فيه لعيبة بتكتفها المدربين؟ أو فيه لعيبة بتخاف من الجمهور؟ آه خاف من الجمهور آه لكن المدرب يكتفوا ما فكرش إنه أنت خلاص بيبقى ساعات بيبقى عندك المرونة التكتيكية أنت بقى حاجة ليك أنت ساعات اللاعبة دي بتخلق في التلت الهجومي حاجات ما ألهاش المدرب يعني زمان لما كان عندنا مستر هدوكوتي فكان عندنا العظماء في الحتة القدامينية فكنا بنعمل جمل تكتيكية ومستر هدوكوتي خطيب يوت عليها وطاهر أوزماء في كل حتة فمستر هدوكوتي كان يركبها وخبالك بص الزكاء المدرب ويجي يشتغل عليها في التدريب في الحصص التكتيكية طيب ما هو دي الخطيب عاملها أو طاهر صف عبدو فالزكاء المدرب ساعات بيبقى فيه مرونة تكتيكية لللاعد بيجبرك إنك إنت نجد دي جملة ممكن مركبة نقدر نشتغل عليها فإنت اللاعبة المهرية اللي في التلت الهجومي بتصنع لك الفارق ترجمة نانسي قنقر